عندنا تقرير خاص بأداء النادي الأهل النهاردة ورأي جمهوري النادي الأهل من الشارع النهاردة ما بعد اللقاء رأيه في أداء النادي الأهل النهاردة وهل هو مطمئن بالنسبة لهم ولا لا هطلع لفاصل بهذا التقرير ونرجع مع كبات المصر إن شاء الله هنكمل كلامنا على مباراة اليوم هو بردك فيه خوف بردك والمشكلة مش في الماتش ده وقتنا المشكلة الماتش جاي ماتش بيره منك ماتش هيبقى قوي والنادي الأهل ما كانش في حالته النهاردة فالخوف الماتش الجاي هيبقى ضغط وكبتنا هيب جلال لسه مستلم جديد وهيلعب بقوة الدربة طبعا ففيه ألأ لا الأهل بدأ من دول الماتش اللي حصل بعدين دولتين لا مش أداء الأهل اللي هو هل ما فيش توليفة حلوة بين اللعيبة هل اللعيبة خدت جرعة زيادة من الثقة بقت تعبانة لكن شو هو ده الأهل اللي بتعودنا علينا؟ هو حضرقك أنا شايف أنه النهاردة الحمد لله عز وجل فيه توفيق وديرنا أن احنا انتصر بهدف وبالنسبة أنا عايز أقول بالنسبة للناس اللي بتنتقد الكابتن المسلماني أن حضرقك زي ما بيقولوا كده الشفاء من حظ الطبيب بانت معاه يعني لو اللعيبة موفقة والأهل بيجيب أهداف وفيه زي حضرقك كل الناس هتشهد بالكابتن المسلماني والله أنا شايف أن ما كانش ينفع حاجة غير الفوز النهاردة يعني ما كانش فيه أي احتمال ينفع غير أن الأهل يفوز النهاردة الأداء؟ لا برضو لسه الأداء لسه فيه رعونة لسه فيه فرص سهلة بالضيع فيه مشكلة احنا مش عارفين ايه هي بالزبط والله أنا شايف أن هم الاثنين يعني مثلا الرعونة مثلا رعونة المهاجمين قدام الجون هذا ليس دعو في المدرب المدرب ليس سيعمل فيها حاجة موسيقى موسيقى